سرت عدوى تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بين أقطار العالم سريان السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أرجاء المملكة المتحدة تفشي العدوى خارج عن السيطرة هكذا تحدثت الحكومة البريطانية وكلامها أخذ على محمل الجد من حكومات بلدان عدة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ليعلن عن إلغاء مئات الرحلات كما هو الحال هنا في مطار هثرو بالعاصمة لندن ورغم الهلع الذي بثه خبر السلالة الجديدة في النفوس فقد سارع خبراء في الاتحاد الأوروبي إلى طمأنة الرأي العام بخصوص فعالية اللقاح ضد الوجه الجديد للكوفيد كما أعلنت ذلك ألمانيا مع ذلك دعت منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأمراض دعت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بذل قصارى الجهود للحد من تفشي السلالة الجديدة للفيروس من خلال تطوير القدرة على تشخيص المرض في أسرع وقت خاصة وأنه لا يستبعد أن يظهر خارج التراب البريطانية وللنظر في تداعيات هذه التدابير المستجدة جوابا على الصيرة الجديدة للفيروس المستجد ترأس رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون اجتماعا لمناقشة جوانب الوضع الراهن خاصة في ظل اعتماد الحجر الصحي في لندن وأنحاء أخرى من البلاد حلا واحدا ووحيدا لإبقاء الأمور تحت السيطرة حتى توزيع اللقاح على نطاق واسع في الوقت الذي اعتقد فيه العالم أنه يتقدم بخطا واثقة لطي صفحة الفيروس الذي ملأ الدنيا وشغل وقتل الناس وبعدما كان التحدي الأكبر هو التحكم في تفشي الوباء ريث ما يعمم التلقيح خاصة بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة فاجأ الكوفيد العالم بسلالة جديدة معضية بأكثر من سبعين بالمئة مقارنة بسابقتها ليست أكثر فتكا كما يبدو حتى الآن لكنها موجبة للحيطة والحذر وتنصيق العمل حتى لا يتكرر ما جرى ترجمة نانسي قنقر